وصلين معكم براهيم تايم على راديو ماد نحكيه على إبراهيم دياز لعب المرنجي ريال مادريد إبراهيم دياز رسميا نجم وقوله بالنسبة كبيرة برشا في انتظار أعلان الرسمي من الاتحاد المغربي لكرة القدم إبراهيم دياز يختار تمثيل المغرب بدلا من إسبانيا وإبراهيم دياز لعب ريال مادريد بشيكون لعب للمنتخب المغربي أسود أطلس نجم ريال مادريد والميلان السابق بشدف على ألوان المنتخب المغربي صحافة المحلية المغربية حدثت برشا حول هذا الموضوع وبسبب التجاهل تقول من قبل الاتحاد الإسباني ومنتخب لاروخا وفق صحيفة ماركا الشهيرة طبعا تقول أنه المغرب كان منخرط بشكل كبير في قضية إبراهيم دياز وهو ما لم تفعله إسبانيا أيضا إذاعة كادينا قالت أنه لم يتم الاتصال به من قبل لويس الريكي قبل وإلا الآن لويس ديلافوينتي المدربين السابق والحالي لمنتخب لاروخا وبالتالي المغرب قامت بالواجب وإبراهيم دياز يمثل منتخب المغرب هو الفرق شنون بين المنتخبات اللي عندها تقاليد في كأس العالم والمنتخبات اللي أقلوا تواجد في كأس العالم هو الذهاب بعيدا خلينا نقولوا بين المنتخبات أمريكا الجنوبية ومنتخبات أوروبا وبقية المنتخبات كل سواء خاصة منهم اللي موجودة في القارة الإفريقية بيه اللي ناش بقولوا المشاركات اللي صارت بمتاع نيجيريا في عربعة وتسعين وغيرها من المشاركات السينيجال وغيرها التطور تونس اللي كانت حلت الباب بأول انتصار وبعدها داول منتخباتي مرور من الدور الأول في كأس العالم خلى أنه اللي مشينا شوية معتها شيئا فشيئا لنبارح لنالآخر كأس عالم هذي شفنا المنتخب المغربي وين وصل وكان قابقه وسين من الوصول إلى الدور النهائي هذي اش يعطي؟ يعطي أنه المنتخبات الإفريقية خاصة والمنتخبات شمال إفريقيا أصبحت محطة أنظار الملعبية الموجودين في أوروبا هذي الحاجة الأولى شو معنى توقيمة إبراهيم دياز يقول لك النجم نوص نلعب حتى في نالك كأس العالم حتى مع المغربي بالضبط معتها ولا تألق في كأس العالم ليس بضرورة باربوت مع أسبانيا عن المنتخب التقليدي هذي حاجة الأولى الحاجة الثانية هو اسمه إبراهيم عبدالقادر دياز أب مغربي وأم إسبانيا مولود في ملاجا لعب في الإسبوار مع المنتخب الإسباني تحت 21 سنين وعنده ثلاثة سنوات لم يتم بطبيعة استدعائه شوف إبراهيم دياز كانت عنده تجربة معاميلا معرجاع للنشاط ورجاع بالطبيعة للتقلق وهو عنده سيق ممتاز على المستوى ملاعبي مهم إبراهيم دياز يقول لك إنها تقلقت مع الميلان ولم تتم دعوة والواضح إنه من تصريح ديلافوينتي نفهمه إنه إبراهيم دياز تحدث مع الإطار الفني الإسباني وقالوا أهل بشتسعاني وإلا لي يعني بش نكون موجود معاكم والواضح إنه ديلافوينتي قالوا ليه الإعلان بش يكون للناس لكل فرد وقت وهنا أكيد إنه المجهود الكبير اللي قاعد صاير من الاتحاد المغربي لكرة القدم ومدربه لدرق راقي والتقريبا نجحوا في استقطاب إبراهيم دياز وعودته إلى بلده وهو في الحقيقة معناتها هو اسمه إبراهيم هو مغربي راقي معناتها عنده جذور مغربية هو مغربي إسباني معناتها كما نجح يلعب له هنا كما نجح عنده نصفه من جهة الأب يعني مش وقعته جنيسه ولا حاش مش لاستفهم بذلبط معناتها هو اسمه إبراهيم عبد القادر دياز معه اسمه ثوليثي فتم إقناعه إنه يكون حاضر وهنا الممارسات من تقلق الاتحادات عندك الاتحاد الفرنسي في المؤخرة مع ملعبيته مع كريم بنزيمه شوف يمكن اللي صار مع كريم بنزيمه خلق برشة من أصول إفريقية ومن أصول العربية تراجع برشة تراجع على كسابتها واختياراتها خاصة أنه ينقلت اللي صار مع كريم بنزيمه كريم بنزيمه عنده بالاندار وتصيره المشاكل ديك مع منتخب ببلاده ويحرب من كأس العالم بطريقة عجيبة وطريقة غريبة وخاصة التعامل معه لا لي شيء نظر لدينه فقط هذا الواضح راه خاطر كريم بنزيمه تم تعامل وهذا نرجو حتى كانت تذكر الوقت اللي صارت له هو فالبويناء اللي حكيها بتاع سيكس تايب وشنو اللي صار وكيفيش خلصها باهذا كريم بنزيمه ولو هو اعترف خرجوا اعترف واخطأ لكن الخطأ ذاك قاد تقريبا يخلص فيها برشة وحتى كيرجع للتقالق مع المنتخب الفرنسي نبي نيتسون بين المدرب واللاعب وخلق برشة ملاعبية وتراجع انفسها وشفنا برشة ملاعبية من الكاميرون من وصول كاميرونية يلعبوا في بلدانهم في غانا الأم والأب ألماني وإلا فرنسي يلعبوا في وصلت ميدان توتنهام يا رب في مالي وفي غنى بذب بذب وليه ويخير ويقول لكينا نعم نعم الفورماس يوم تاعي في المنتخبات المنتخب البلاد من موجود فيها منتخب فرنسي ولكيما إبراهيم دياز في المنتخب الإسباني ومن بعدها نختار ومن بعدها نقول لكينا ندلل أن نخير نكون نجم في المغرب غير من لاعب ما ننزعش ولا لاعب مرة يا صدعاني مرة ليه مع المنتخب الإسباني وهنا خطأ الكبير اللي صاير مع الاتحاد الإسباني إنه خطأ كبير ياسم من لاعبي عمره 24 سنة يلعب في ريال المدريد ريال المدريد ده أقوى المنتخب الإسباني خلينا معنا معنا من لاعبي يترانيش في ريال المدريد بركة فقط يكون جدير طبعا نظرا نتصور من سهيم تنوط ريمون تقلي في ريال المدريد أقوى منها برشة معاولة خاصة اللي لاعبية برشلونة في المنتخب الإسباني عليش عبش نعطي بذي رأيي أنا نشوف تهاك مثلا نتم لعبية صغر يخرجوا من مركز تكوين برشلونة معناتها في الميسية الصغر في العمر معناتها في الستاشنة سنة وسبعتاشنة سنة مباشرة يتم استقطابهم من المنتخب الإسباني ويندمجوا نعطيك مثلة المين يامال مؤخرا بيدري بيدري قافي وغيرهم إليم لعبية بينما لعبين ريال مادريد الناشئين اللي يخرجوا براهيم دياز مثلا منهم لا يتم استقطابهم وذي تتراحاته في الصحافة الإسبانية رأيه هاو كش نجاوبك يا سيدي هو هذي مسألة سياسية بامتياز لأنه كما تعرف أنت إقليم كتالونيا و مناشد الاستقلال يحب الاستقلال ويحب الانسحاب وفهم حاجة اسمها منتخب كتالونيا كنت تذكر منتخب تونسي لعبنا ضده ما تشودي قداش مرة لعبنا ضده في قداش مرة منتخب كتالونيا وهنا تولي تخلي أنه يقوموا بالإدماج مباشرة نرى يلعب حتى مباراة فقط مع المباشرة لون ديريك تعالي تلو منتخب بش يكون معناتها مندمج مع المنتخب الإسباني ويخليوا الكتالون الكتالون هما يشجعوا زداء المنتخب الإسباني معناتها نوعا من المحاولة أكيد من محو النجم ونقولوا القوميات الصغيرة الموجودة في إسبانيا لإدماج أكثر ملاعبي ويمكن يقولوا معنا خطوة وأكيد توسيات سياسية والهنية نفهموا أنه التدخل في التشكيلة ليس في تونس بركا موجود معناتها اللي قامت به قام به الاتحاد المغربي في ضم إبراهيم دياس هذا مهم شوف ستتغير بعد عشرة والأخمسة عشر سنة الخارطة متعكورة القدم كما قلنا لن تعود هناك منتخبات أقوى منتخبات شوف وبش يتضروا منها أكثر المنتخبات اللي قاعدين يقوموا وتأسسوا على التجنيس وهي منتخب الفرنسي منتخب الفرنسي يقعدوا عمره من هذا الكأس العالم من نجم هذا الكأس العالم عام 98 كان بزيدان ألفين وستة شوف أنت وين وصل وكأس العالم ما تخسرها بعودة زيدان فقط كان بلاش زيدان إذا ما يصلش للنهائية يقول زيدان واجمع اللي معاه شوف في كأس أوروبا وإليكم تعرفوا تعرفوا شوف القديش منه مجنس وحتى مش مجنس حتى هو مولود بيجي عنده دوب الناس ونالتي معناتها رأي ما تنزمش وزيدا شوفوا الكأس العالم اللي هزتها وكأس العالم الأخيرة معناتها كيف تركيبة المنتخب الفرنسي توا اللي بيش يمشي المنتخب الفرنسي ما عاجش منتخب الفرنسي ولا منتخب الإسباني عامل عليه مزية هو عامل عليه مزية نهارة الترخي فيه العين هو بيش يمشي منتخب بلاده ونجم كون حتى بشمال أفريقيا كيما قاعدين نشوف وشوفنا إنه إبراهيم دياز حسب ما هو واضح كيما لقاش قدره وهنا أكيد واعدينه باستقبال كبير في المغرب أكيد وحسب هو حسب ما شفت إنه زيدا هو مقتنع رأس الملاعبي الممكن البروجي المغرب في المستقبل ويقتنع وهم رأربع وعشرين سنة والهناء هنقول لك الممارسات وحتى التصريح متاع ديلافوينتي رأوا واضح خطر يقول لك لا أنا نحسبك الملاعبية الكل لا هو موش الملاعبية الكل لأنه يقول لك وضح لي أموري يبش نجي معاك يا خليني نشوف أنا مش زادة بش نبقى معناتها نقصر خطر زادة في المقابل منتخاب المغرب ويستنى شوفنا احنا في الكأس الافريقية للأخيرة المنتخب الموريطاني والعمل شوفنا تونس في وقت سابق كيفاش استفادت من لزيكس باتريا هدهما وتقوية المستوى أريش قلت لك انه التكوين بش الأوروبا تقريبا التكوين الجيد اللي في أوروبا بش ينفع المنتخبية لمنتخبات كسوة شمال أفريقيا والمنتخبات الافريقية بصفة نعامة شوف الخارطة الكروية والتفكير الكروي للملعبية قاعد يتغير فما عقلية استعمارية ما زالت عند اتحادات أوروبية لكرة القدم وغيرها لابد عليها انها تتغير لانها اذا كان ما تتخير بالشقوع ديما العقلية الاستعمارية سوف تنتهي عذيك عليش انه العقلية الاستعمارية اللي موجودة وخلينا في القارة الافريقية بطبيعة صارت عليها انقلابات عليش خاطر الاستعمار المخرج من بعدد البلدين الافريقية خليوا عائلات تحكم وخليوا عائلات هي اذيك اللي قاعدت بيرس ومبقية ومتبقية على المصالح الاستعمارية للدول هذي شوف العقلية الاوروبية فيها عقلية استعمارية وفيها عقلية انه حقوق الانسان لك يقول الاوروبية نحكي على الغرب بصفة نعامة حقوق الانسان كان عليهم هما وهما عاملين بديما مزيئة انتهي العهد ذيك متى هما عاملين بزيئة وبديت بالرياضة وهكي شفتها وبديت بالانقلابات في القارة الافريقية ومزيئة بشتواسط القارة الاوروبية هي في حال الضعف في الوقت الحالي في حال الضعف على المستوى على الاقل الديمغرافي الاتحاد الاوروبي هكي شوف بيقمش بشي تفكك وبشي تغير الخارطة الكروية من بعدها الخارطة الجيوسياسية بطبيعة الحال انتهى هذا العهد وانتهى عهد برايم تاهمز لليوم شكرا تسمية شكرا فرح شكرا معاذ شكرا نسكن شكرا لكم من توم اللي تابعتكم